بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي إن شاء الله النهاردة بنحل تدريبات على الجزء الخاص بالجرامر في لسون 1 and 2 يونت 8 في الواحدة التمنى الدرس الأول والتاني نحن قلنا أخذنا فورمز أو فورمز كل صيغ المبني المكون شرحناها وإزاي نصيغ المبني المكون ونهاردة إن شاء الله بنحل تمرين عليها let's start number one أركيولوجيستس وعمال أصار found a beautiful old statue واجهت وإبسال قديم which to museum in Cairo next week إن شاء الله هيتنقل أو هيتاخد لمتحة القاهرة الإسبوع الجاي خلي بالك إن كامدر الإسبوع الجاي بنا عايز مستقبل was taken, will take, talk, will be taken طبعا تبقى will be taken طبعا نصر ما هو will take موجودة هي مستقبل بس إحنا قلنا will take ده يعتبر active يعني مبني المعلوم إنما قلنا إما نيجي أي model verb أو semi-model أوكي يعني كان أو could أو should أو should أو will أو would عايز تحولها الباسف فورم خط اللي بعدها بي وخط بعدها التصريف تالي can, can be, will, will be, would, will be, should, should be, must, must be كل ده نحط بعده بي وبعدها الفعل في التصريف الأي التالي لأن الجملة passive يعني إيه مبني المبهولة أوكي خلاص لأن الأي which دي عيد على الأي على الأولد ستاتشو أوكي والأولد ستاتشو ده يا ترى هياخد ولا هيتاخد؟ هيتاخد فده مبني الأي بالمبهول نمبر دو on the plane all small bags should under the seeds in front of you يعني في الطائرات الشرط الزغيرة بتبقى محطوطة قدامك طبعا جايب لك إذا small bags يبقى ده object وليس إيه subject ده مفعول وعندك should وإنه ميجي أي model verb أوكي وعايز تبقى والجملة بعدها المفعول يعني هي passive form مبني المقول أحط بعده بي وبعدها التصريف الأي التالي but be bought are bought to be bought طبعا to be a master ما احنا قلنا المودل بيربو بيجي بعدها المصدر بدون to فمنفعش أجيب to واجيب بي وتصريف تالي إمتى جيب to be لو جاء حاجة اسمها semi model أوكي اللي هي أي حاجة بتنتاب ايه بto they have to has to أوكي أي حاجة بأخيرها to حبيت ابني المقول حط بعدها بي وبعدها تصريف اي التالي number three food by mom which what delicious meals she makes يعني الاكل اللي بتعمل بواسط ماما بيكون ايه آه يعني شاهي جدا اوكي يعني الاكل اللي بتعمل له حلو جدا يبقى is never made is always made was never made is always made طبعا عايز هنا بس بلان الاكل هيتعامل موش هيعمل يبقى is always made ادى ايه زهيات وادى ميت في التصريف الايه طيب ما هي is never made برضو ما بدي المقول اه تمام بس اعنفعش اقول الاكل اللي مش بيتعامل كده انا بنفي انا عايز اثبت اوكي انا عايز اكفر ما تفقونا متباتها وليست اتمام فيه number four more schools do to decrease the number of students in classes يعني في مدارس بتبنى او يجب ان تبنى او سوف تبنى اوكي عشان تقلل اعداد والطلاب اه اللي في الفصول طيب انا عايز صيغة بنية المقول يا طرح should build was built are going to build are going to be built طبعا ده هو اوكي ده ده كل ده مفيش في باس فورم كل دول اكتف فورم طبب باس فورم وقالنا ازاي اوكي اه عشان عندي اي صيغة فيها to وعايز تحولها للمقولة حط بعدها بي وبعدها تصريف ايه التالت اوكي اه طيب لو كان model verb بقولنا حط بعده بي من غير ايه من غير ايه من غير ايه من غير تو انما اي حاجة في اخرها to عط بي وتصريف تالت يبقى should be طب to to be وبعدها تصريف ايه التالت يبقى اللي هي اه المودل verb على طول بي وتصريف تالت اي حاجة to عاملة زي المودل يبقى بعدها بي برد متصريف ايه التالت number five children do you care to prepare them to face the challenges of life اطفال لازم ياخدوا اوكي يعني الاهتمام المناسب عشان نعدهم للايه لمواجهة التحديات المستقبل يبقى children was given should give or to give are given يبقى children are given طبعا ده واضحا ده ايه present اوكي present symbol مدرع ايه بسيط وعشان تبنيه طبعا ده ايه المفعول الحط بعده is او are وعدها الفعل في التصريف ايه التالت اوكي طيب في حاجة من دول المنائل المجهول اه في بردو وص جيبت ده من المجهول بس ده في الماضي انا انا بكلمش عن الماضي انا بكلم على شيء لازم يكون على طول سابت ودايما كل ايه الدول بتحاول ان هي تعمله ان هي بتعد الاطفال بشكل جيد لمواجهة تحديات المستقبل فده على طول شيء present على طول شيء حاضر وليس ايه وليس ماضي number six Egyptian cotton clothes القطن او ملابس القطن المصري all over the world طيب الملابس ايه تبيع نفسها ولا تباع تباع يلا are sold are to sell selling has been sold طبعا هتباع ايه are sold all over the world يعني بتباع بتباع وهالتنات ايه ها تتباع طيب مستر has been sold ما هي برضو تعتبر passive ده ايه ها مضر احتام passive اوكي طيب انت متستخدمت هاش ليه لان اولا close d.a جامع اوكي انما هاش d.a تعتبر ايه مفرد طيب مفعش ان انا اقول clause has been sold اوكي بس طبعا ده احنا قلنا ديه اعتبر fact حقيقة يعني او شيء ثابت وان الحقائق باقي باستخدم فيها المضارع البسيط ان القطن المصري او ملابس القطن المصري بتباع في كل الحال العالم لان اللغة الفرنسية هذه اللغة الفرنسية تتحدث بها او تحدث بها في المؤتمرات الطبية في مصر اوكي يبقى جيب is او are وبعدها المفهول ده وعدها الفعل في التصريف الثالث طبعا بيقولك العربية اكيد تصلحت كويس لانها لم تعد تتعطل خلاص اكيد يبقى ايه must have been or been repaired طبعا احنا قلنا اي صيغة perfect يعني فيها have او has حبيك تبني المنجول حط بعدها been اوكي فاكرين be being وبين بي تيجي بعد اين ها بعد اي صيغة مصري must be can't be to be اوكي being تيجي بعد am or is or are or was aware being امار been تيجي بعد ايه بعد have او has او ها يبقى must have been repaired number nine look our school now دعا بيقوله بص كده المدارسة بتاعتنا بتدهن طبعا انا عايز باس فورملا بادي بالمفعول بالشيء اللي بيتعامل يبقى is painting is being invented was painting have been invented طبعا انا عندي سيغة تاني فاو اوكي باس فدي باس فودي باس فاس اخد ايه is being invented ليه طب ليه ما خدتش have been invented هو بيقول له look يعنى الحاجة بتحصل دلوقتي بانت عايز present continuous باضافة لكلمة now يبقى كلمة look كلمة now والكلمة الدلع عن المدارع المستمر ويبقى مستمر ابني ازاي ابدأ بالليه بالobject بالمفعول وحط بعد is or are وبعدها being وبعدها تصريف ايه تالت انما have been بنت الدلع وانا بتكلم عن المدارع التاني number ten the patient slowly before the serious operation يعني المريض تم فحصه كاملا قبل العملية الخطيرة was examining had to be examined had examined had to examined طب ايه الصيغة المبنية المجول هنا had to be examined اوكي حد تو اهود انا بسمي ايه semi model اي حاجة اخر هاتوب اوكي ماجه احاولها ال passive form وبعدها بي وبعدها الفعل في التصريف الايه تال انما كل الصيغة التانية دي كلها تعتبر active form لنبقى had to be examined يجب ان نفحص i am hoping that this serious issue tomorrow يعني اتمنى حل المشكلة الخطيرة دي مكرة خلي بالك tomorrow يعني عايز مستقبل عايز مبني المجهول في المستقبل ليه لاندك بادئ شهر عاقل بادئ من مفهول بادئ من مشكلة serious issue is resolving was resolving will be resolved هتاخد will be resolved طب ما خدتش will resolve لانده active ما بني معلوم وليس passive ما بني المجهول انا ما حاجة اي حاجة فيها model verb وحبيت خليها passive احط بعدها بي وبعدها past particip انا عندي will be because this medicine has the potential to be business يعني ده ده ممكن احتمال فيه انه يكون سام it must with a doctor's prescription only ما يصرفش الا برشدة الدكتور be using be used use have used مش عندك مستهيات يبقى ده ايه model verb صح و لا يبقى be used على طول يبقى ده الصغة المبنية ليه المجهول ده الباس فوق اللي عندي these trees need to regularly الاشجار الاشجار محتاجة ان حد يسقيها على طول خلي بالك من two be watered water be watering have water طبعا be watered خلاص احنا قلنا اي model verb او اي صغة tool فعل في المصدر اجيب بي و بعد كده اضع الفعل في التصريف a باي سبتمبر ابل سبتمبر a new secondary school in our verge قبل سبتمبر الجاي هيبقى في مدرسة اتبنت في القرية بتاعتنا will be built will have been built has been built will have built طبعا انت عندك سيغطين للتين ينفعهم اوكي ياخد يا ترى b ولا c طبعا هاخد b قبل سبتمبر الجاي has been built ده المدرع التام وليس المستقبل التام number 15 elderly people للناس الكبيرة في السن cruelly cruelly يعني مش لازم يعني ايه ما ينفعش ان احنا نعملهم بقصور should have treated should be treating shouldn't treat shouldn't be treated طبعا shouldn't be treated اوكي طبعا I shouldn't و بعدها a b ان هي model verb وعدها الفعل في التصريف الثالث number 16 doctors to their to do their best in case of emergency التقاطرة بيطلب منهم ان هم يعملوا اقصى ما عندهم في حالة الطور دكتور زهنة ما هيش فعل مفهول لان هم مش بيطلبوا هم بيطلب منهم يبقى are asking are asked have asked asked طبعا are asked او verb to be بعدها التصريف الثالث number 17 generally speaking عشان نتكلم بشكل عام i film refused because i like to be open minded when i go to the cinema احبش اقرأ الرفيوات اللي على الافلام لان احب ايه ايه اراح كده زيهن فاضي واحكم بنفسي اوكي على ايه على الفيلم i'm not read don't read haven't read haven't been reading طبعا هاخد i don't read ليه مصر لان هنا جملة بدأ بالفاعل بالشخص نفسه اللي هو بيقرأ الرفيوهات على الافلام فالجملة هنا اكتب معلومة وليست ايه مجهول طبعا عندي haven't read وعندي haven't been reading اللي اتنين معلوم اوكي ما خدتهمش ليه لان this is دي عاد عنده ده افضل زمن طبعا بيستخدمه عشان اعبر على الهبشوال اكشن هو present symbol المضارع البسيط انما اللي اتنين دول مضارع تهم مضارع تهم مستمر طب i'm not read طبعا ده باس وفور ما ينفعش يعني مجهول طب كنت ممكن امتى استخدمه لو قلت مسلا لو بدأت بالفاعل وليس بالفاعل number 18 i think you your energy by sweeping up those sleeves stop it the wind will blow more down يعني انت وضيع تقطك على الفادي انت قعد تكنس الورق اللي بقعم الشجر وكده كده الريح هيجي ايشي يبقى i think you wasted are being wasted are wasting we're wasting طبعا هو قعد بيعمل قعد بي ايه قعد بينظف او قعد بيكنس الورق اللي هو بي ايه ها بيقع من الايه من الشجر وفيش حاجة بتدل على ايه الماضي في الجملة بالعكس الجملة التانية فيها كلمة ولم الفاعلة في الماضي يبقى طبعا اقول you are wasting your energy يعني ده الفاعل الموجود عندها هو تبقى قملة active يعني مبني المعلومة ليست passive مبني المكو يبقى you are wasting يبقى انت عايز active voice not passive voice طبعا مخدتش wasted ليه طبعا هي active موضا ماضي بسيط لانه قملة هنا وتعبرش عن الماضي وتعبر عن شيء بيحصل دلوقتي you are wasting طبعا دي برده ماضي وطبعا are being wasted ده بس فور ما يفعش number 19 important lose القوانين المهمة by the parliament literally قوانين المهمة تم الموافقة عليها بواسطة البرلمان مؤخرا have been passed has been passed was passed are passed طبعا يقول لك literally هنا يبقى ده مضارع تام يبقى اخد ايه قوانين يبقى have been passed يتم الموافقة عليها طبعا ما خدتش هاز ليه مثلا لان USD جامع أوكي طبعا ليه ما قلتش are passed عشان ده مضارع تام عشان كلمات lately طبعا ما نفعش تخص دي ماضي ونضاف لان USD مفرد والوز طبعا جامع since the bridge من ساعة أو من وقت ما تم اكماله ما تم اكمال الكبري will help the traffic flow ده يساعد على انسياب حرجة المرور يبقى since the bridge hasn't completed, is completing, has been completed, completes وان شاء الله سيغى واحدين من المقول اللي هي has been completed اول ما البرج يتم اكماله ان شاء الله يبقى في حركة مرورية ممتازة number 21 many people vegetables in their garden في ناس كتير او بتزرع الفضرات في بيوت طبعا ده الفاعله هو active voice مبني المعلوم many people growing are grown grow is grown طبعا دي باس فور ما تنفعش ودي باس بوردو ونفعش all growing many people اجيب الفاعل ده الفاعل اجيب بعدها في اربو طبعا ده اون active ما يبني المعلوم fossils fuels اللي هو الوقود الحافري from animals and plantes that lived millions of years ago الوقود الحافري بيجي من الحيوالات والنباتات اللي ماتت منذ ملايين سنين يا ترى comes are coming where come طبعا حقيقة علمية اوكي خلق علمية استخدم مع present simple مضرع البسيط يبقى comes are coming where come يبقى fossil fuel come طبعا active voice لان انا بكلم على هي اوكي هي بتأتي من او بتخرج من اوكي ده المصدر ايه؟ ده المصدر بتاعه طبعا فاشة all comes لان هي ايه؟ نجامع fossil fuels are coming the present continue وانا مش عايز ويركبدا ماضي بسيط اوكي هو passive voice اوكي انا مش عايزين باسيب ويس او الفوصل fuel come from تأتي من المصدر بتاعه these motorbikes in china they are from the usa الموتوربايكس الموتوربايكس الموتسيكلات دي تم تصنعها في الصين لم يتم تصنعها في الصين لان هي من امريكا اذا لم تصنع يبقى انت عايز يبقى انت عبر عن مفعول يبقى انت عايز باسيب ويس يبقى don't make are made aren't made isn't made طبعا الموتوربايكس جمع يبقى اول aren't made طب ما خدتش isn't made لانها مفرد اوكي وانا عندي هنا المفعول جمع اقول aren't made اوكي aren't made ما تنفعش يعني بقولك هي لم تصنع في الصين هي صنعت في امريكا ما نفعش اقول هي صنعت في الصين هما هي من امريكا لا طبعا هي لم تصنع في الصين هي منين هي من المتحدة الامريكية طبعا don't make the active voice ما ينفعش يعني معلوم وليس مجهول this building used anymore هل المبنى ده بيستخدم هل هذا المبنى لم يعد يستخدم هو building واحد خلاص مفرد اوك is or does do طبعا ده مبنى المقول بقول is this building used any longer هل هذا المبنى لم يعد يستخدم طبعا do does لو ايه لو انا عند هنا ها جاي وراء ال subject انما ده ال object ده مش الفاعل ده المفعول عشان كان القملة منية للمجهول نمبر 25 we that playing football now is a good idea يعني نحن لا نعتقد ان اللعب دلوقتي فكرة جيدة we aren't thinking we aren't thought we think we don't think طبعا we don't think القملة active voice ما نبدي المعلوم لاندي الفاعل بوت ما نفعش اي صيغة من دول خالص نمبر 26 i an email from the company every time the manager asks me to undertake a new audit يعني يتبعت لي email من الشركة كل مرة المدير بيكلفني بمهمة يبقى send sent was sent am sent طب الاثنين دول باس فورم اخد ايه اخد am sent طيب ليه مخدتش was sent لانه قملة ما فيش حاجة بالدول في عنا الماضي بالعكس ده في عندي هنا ايه manager asks يبقى المضارع اعطف على المضارع منفعش اعطف ماضي على مضارع المضارع على المضارع على المستقبل والماضي على الماضي نمبر 27 طبعا هو بيرسل له هو اللي بيرسل له عشان كده i هنا مفعول وليست فاعل اوكي يعني في ناس تعتقد كده ان دايما المبني المقول بيبدأ بغير عاخل لا قد يبدأ بعاخل اللي بيبقى مفعول وليست فاعل فركز في القملة هو هنا بيبعت نفسه ولا بيبعت له الشركة بيبعته فقلت كده am sent نمبر 27 he is you he is said هو يقال ان هو five opponents last year هذا من خمسة من القصوم والسنة اللي فات two طبعا بيقى بعدها الفعل في المصدر وبسيط كده ما فيش ولا واحدة من دول في المصدر معادة واحدة بس اللي هي ايه نقوم شون كده مع بعض الاول نقرأهم has beaten, beating, have beaten, beats طبعا هتبقى have beaten اوكي هذة دي مش مصدر beating مش مصدر beats مش مصدر اوكي بقى دي الصغر المصدرية الوحيدة اللي ممكن تيجي بعد ايه بعد two من غير حتى هه يعني ما تقول دي لود اما احنا قلنا خلاص انا عايز بس هنا ايه بعد two فعل في المصدر ما فيش ولا واحدة هنا تانية في المصدر دوما تقول بقى active او passive او اي حال two هنا انا عايز وراء صغاء مصدرين بغض النظر بقى عن active والإيه وال passive number 28 يحيى حقي off as the father of Egyptian modern short story and novel طبعا يحيى حقي بيعتقد انه هو يعتبر والد القصة القصيرة الحديثة طيب طيب still think ولا still thought ولا is still thought ولا is still thinking طبعا still is ولا is still موحدة بالاثنين دول لان جملة هنا تبقى بنائية المجمول لان هو بيعتقد انه يبقى هو مش هو بيعتقد لا هو بيعتقد يبقى ده مفهول وليس ايه فعل يبقى is still thought لان still يبقى ثاني is still thought لان still ما بيكيش بعد الربط بقي لا تيجي بعد الربط بقي اَوَ تقول الفعل في المصدر بس الصيغة اللي جاية عندي صيغة اللى هى اللي هي الفعل في المصدر بالضفل ING. عشان اللي هو الفعل بالضفل ING ده تحوله للباسف فورمت ان جايب. وحطه في التصريف الثالث. يعني كان اصلها لايك لافينج. اوكي? لايك لافينج. اوكي? طيب. اجي عندي لافينج ده احط ابلو بينج. احط في التصريف الثالث. عشان يبقى ايه في صغة المبني للمكون. يبقى بيبول لافينج. هافينج لافينج. بيينج لافينج. انا محبش حد يضحك علي. محبش حد يضحك. على ايه يبقى ايه باس فورم. زي احي زي كما اقول. يبقى بيينج واوش. بلينج بيينج بلينج موفينج بيينج موفد. اوكي? طيب. شوف البعدها. ثيرتي. من الدقين الطب اللي انا قريته tissue she to have suffered from amnesia. يعني ان هي بتعاني من فقدة الذاكرة. يبقى يا تارى. لا يعتقد ان هي بتعاني من كده. DIBELIEVED. IS BELIEVED?? IS BELIEVED description. طبعا ايه ، الناس بتعتقد ان هي مش هي بتعتقد ان هي بيعتقد انها. نleneج بديه الكv just for من يداية فورم الي اي هاه إنما تباقي كله اكتف فور وانا مش عايز اكتف فور لان هي هنا الشي تعتبر مفهول وليست فاعل 31. the play is suggested because the leading actor is of واضحا الاي المسرحية يعتقد ان هي هتؤجل لان البطل بيكون مريد نحن قلنا اي تو وعايز تبني اي صغة بعدها للمجهول بحط بعدها بي وبعدها فالي في التصريف التالي يبقى ايه يبقى بي كانسل ده البصر ايه فويس الان ده الوحيد المبني عندي للمجهول اوكي بيك كانسل ده مبني مجهول بس ده لا تنفعش تصغر ايه مصدري تنفعش تصغر ايه الجيران اللي هي الان ايه الان ايه الان يشي 32. ادهم was angry حدهم كان غضبان because he to his friend's party لان محدش دعا خلي بالك was angry يعني ماضي اقب ماضي didn't invite hasn't invited wasn't invited hadn't invited اوكي يبقى اول هنا ايه wasn't invited لهوا لم يدعا طب ما هي didn't invite في الماضي يا مسلم ختاش لي يعني ده active voice مبني المعلومة ليست المقول المقول بيبقى verb to be was aware وبعدها التصريف التالي طب ده مصدر برضو ماضي ماخدتوش لانه قلنا verb to have عشان تبني المقول حط بعدها been وعدها التصريف التالي 33. the book well الكتاب لازم يتراجع كويس يبقى is to have revised is to be revised is to revise is to be revised استيغال واحدة من المقول هنا يبقى is to be revised يبقى verb to be is وبعدها to وبعدها be وبعدها التصريف التالي 34. she is really a good friend and she to send me a letter each month يعني هي صديقة جيدة وهي دايما بتبعت لي يعني على طول بتبعت لي جوابات كل شهر she never failed she never fails she is never failed she had never failed يبقى she never fails على طول indhaaa. chasing every first symbol The malefairma is thought to be innocent الست المشتبه ان هي قاتلة يعني او مجتمع في جريمة القتل الناس تعتقد انها instant يعني بريئة the lady is suspected suspected was suspected طبعا تبقى is suspected طبعا انت عندك was suspected انا استرعيت برضو ما يعني باسر فورم ما اخدتاش لي لاني قولها is المضارع يتعاطف على المضارع والماضي عليه على الماضي 36 what are you doing now انت بتعملي ده الوقت قال له I about a math problem قال له انا بفكر في مسألة ايه او مشكلة مشكلة رياضية او في الحساب has thought am thinking am thought thinks طبعا بقى am thinking يعني نصر كلمة think دي انت ايوه مدرعا مستمر ما احنا قلنا think دي قلنا الافعال الاعتقاد او الحس قلنا الافعال دي لها معنى لها معنى اوكي معنى ادراكي هنا ما فعلش هستخدمها في الصيغة المستمر انما لو بمعنى حركي استخدمها في المعنى ايه في الصيغة ايه المستمر وهنا بيفكر اوكي فالتفكير هنا جاي بقى ايه معنى حركي وليس هيعتقد فرق من ان اقول يعتقد يبقى thinking بس فعش اقول I'm thinking انما يفكر في شيء يبقى ده في نوع من الاستمرارية وهنا ممكن استخدم ايه المضارع المستمر او الماضي المستمر حسب الزمن يبقى I'm thinking الجملة طبعا اكتب معلوم وليست باسب مجهول لانه هو الفاعل او هو اللي بيفكر اوكي طيب is being loved because this is يعني اعتبر شيء كده اجبه بالحقيقة يعني الناس كلها شيء متعرف عليه بس استخدم المضارع البسيط وليس المضارع المستمر يعني بالاضافة كمان ان انا افعال الحب والقرارة دي مفعش استخدم في مضارع المستمر ودي طبعا مبني بنقول بس في صيغة الاستمرار وده تنفعش مع الفيرب love ردينة ردينة افتكرت ان هي مدعوة ردينة طبعا افتكرت ان هي مدعوة لحفل زفاف احد اصدقاء طبعا to be invited inviting طيب اوكي هي بالفعل ادعت اوكي يعني هي مش لسه هتفتكر حاجة حاجة حصلت خلاص اوكي تم دعوتها بالفعل لان رميمبر ممكن يجي وراها طول فعلة في المصدر ممكن يجي وراها اوكي طبعا 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 ان هما كيف هي opposed واحدة من دول التركيب بتاعه صحة. طبعا دي غلط لان الاكسرسيز مش هيراجع نفسه. برضو مش هيراجع نفسه. برضو دي ما قولش ايه نفعه يعني فيش حاجة يعني ما سنتهب التعبير نفسه ما ايه ها ما ينفعش. ده صح يعني بقول من المؤكد ان الاكسرسيز لم يتم مراجعته شكل ايه جيد طبعا ده ايه استنتاج ايه استنتاج. وانا في الاستنتاج ما نفعش استخدم مست. بستخدم مست في الافيرماتيب وكانت في الافيرماتيب وكانت في الافيرماتيب. يبقى طبعا ايه اخر واحدة صحيحة. يعني من اللي بيعتني بالقاردن بتاعك. في واحدة من دول بتدي المعنى الصحيح. يبقى هو is looked after your garden. whom looks after your garden. who does your looks for? by whom is your garden looked after? طبعا هي اخر واحدة. اذا ما تلاقي كلمة who looks after your garden. وعايز اديها اا او انت تعملها اصير passive form. اوكي طبعا هو هنا اا اكتو فورم. اسألك عن الشخص. طيب انا لو حبيت احاولها لبقى ال passive form. تقوم جاءة ايه باي هو. اوكي تشينهو وتجيب ايه باي هو. ونجيب بعدها حسب الزمن. لو مضارع تقول is اوها. لو هاتجيب was او ايه او ايه. وبعدها جيب ايه المفروض اللي هو your garden. يبقى هو. يبقى by whom is your garden. وبعدها الفعل في التصريف الايه. التالت. I have a tiotta. يعني هو عنده tiotta. this this means a tiotta is had by me. a tiotta is possessed by me. tiotta owns me. a and me. طبعا a tiotta is possessed by me. لاني احتفقنا فيربي تواب ما ينفعش بمعنى يمتالك ان انا حطه ايه باس فورب. وما اللي بجيب ما كانوا ايه كلمة بصص او كلمة own. طب ما هي كلمة تقول يا مستر هنا ايه بس مش محطوطة صح. لازم تقول ايه is owned. زي يبقى كده از ها بصصد تقول ايه is owned. اوكي. يبقى الصاح بتاع دي برضو. a tiotta is owned by a by. number 42. I am always chosen to represent my school. انا دائما بيتم اختياري عشان امثل المدرسة التحتي. ده معنى. they always choose me to represent my school. I am always choosing. طبعا اوكي. I am always choosing to represent my school. I am always being chosen to represent my school. my school is always chosen to represent to represent me. طبعا الجملة الصحيحة. they always choose me to represent my school. يعني هما دائما بي اختاروني عشان امثل المدرسة بتحتي. طبعا الجملة هنا اكتب ايه voice. طب ما خدتش ليه I am always being chosen to represent my school. لانه جملة اصلا ايه? present simple. اوكي. جملة مبنية للايه المقول. I am always chosen. يبقى ده مضارع مستمر. يبقى ده مضارع مستمر. يبقى ده مضارع مستمر. مبني للمجهول بعض. يعني. يبقى لازم يجيب نفس الزمن. هو زمن مضارع بسيط. هنا مبني المجهول. هنا مبني للمعلوم. هو هنا هو اللي بيتم اختيار. اوكي. هو هنا هو اللي بيتم اختيار. وهنا بيجيب الناس اللي اختاروه. يبقى ده passive voice. وده الactive voice بتاعه. اللي بيدي نفس المعنى. May is helping me with the cooking. May بتساعدني دايما في الطبيق. I mean to say that. معناها. I cook on my own. I help me with the cooking. I am being helped with the cooking by my. I am helped with the cooking by my. الزمن ايه? مضارع مستمر. يبقى المضارع الايه المستمر. يبقى I am being helped with the cooking by my. دي مبني ما اقول بس مضارع ايه بسيط. نمشيش مع المضارع المستمر. number 44. Isra will give me a hand with the housework. what does this mean? Isra دايما بتساعدني في اعمال المنزل. I will be helped with the housework. why Isra? Isra will help me with the housework. okay. I will be given Isra hand. A and B. طبعا هتبقى A and B. دين معنى الصحيح. ان انا هساعد Isra. I will be helped with the housework. ان انا هيتم مشاعدتي عن طريق Isra. يبقى دي باسيب ويس. او Isra. هنا اكتب ويس. كمبني المعلومة هي اللي هتساعدني. Isra will be helped me with the housework. يبقى دي صيغة باسيب فورم. ودي اكتب فورم. حاطين نفس المعنى الجملة بتاعه 44. يبقى اخذ A and B. 45. The police arrest the terrorists. The police abad على الارهابيين. this means that terrorists were arrested by the police. terrorists arrested by the police. terrorists get arrested by the police. b and c. طبعا. طبعا هتبقى get arrested by the police. طب لماذا هل تجبه باسيب يا مستر؟ طب ما هي where arrested من النيا المقبول؟ اه بس فين؟ في الباست في المواضي. هو قالك ان اي is the police arrested او الا arrest. يبقى انفعش اخدوه arrest. او ان هي كتركيب صح ولكن كزامان ما ينفعش. يبقى get arrested by the police. قملة خداه فخلي باني. number 46. never allow others to laugh at you. ما تخليش حديث يتحك عليك. حاتلي معناها التاني كده او حاتلي قملة نفس المعنى. don't let others laugh at you at all. never let others laugh at you. never let yourself be laughed at. التلات سيخ كلهم صح. كيب التلات سيخ كلهم بدي نفس المعنى. 47. i am worried that the manager will fire me. خايف ان المدير يفسره. ده معناها ايه. i am worried about being fired by the manager. i am worried about firing the manager. i will be fired by the manager who is worried. a and b. طبعا هي تبقى اول واحدة. i am worried about being fired. خايف انه هو يتم انه يتم مفصل عن طريق المدير. طبعا جابه نصيرة هي تجربة جابيك. وحطي بعدها الفعل في التصريف التالي. شكرا يا شراب. ونشوفكم ان شاء الله في دارس جديد.